السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله أهلا وسهلا بكم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اللهم ذكرني ما نسيت واحفظ علي ما علمت وذزدني علما اللهم خرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنوري الفهم حياكم الله طلبنا العزاء بفيديو جديد واليوم رح نتكلم عن الفصل التاسع واللي يحشينا عن زمن الماضي المستمر واللي هو الكونتينيوس باست أو يسمونه ال Past Continuous طيب وحاتشيلي هنا عنه شوية ذاكر لي عنه بس هنا شوية مبهم لذلك نروح على الملزمة الماضي المستمر قاعدة الزمن هي فاعل زائد ووز او وير زائد فعل يحتوي على ing زائد تكمله فاعل ووز او وير زائد فعل يحتوي على ing زائد تكمله طيب طبعا هنا اكو خطأ مطبعي خلينا نعدلكم he worked at school ها يجون لما اكتب اريد اسويها ماضي مستمر راح اضيف ال was لانه ها مفرد وللفعل اضاعوا له ing فصارت he was working at school he was working at school طبعا لو كان جمع كان قليت وير زين اما في حالة النفي فراح يكون القاعدة فاعل زائد was aware زائد not زائد فعل ing زائد تكمله تبهل على القاعدة زين حتى في حالة النفي سيبقى الفعل على ما هو she نزلناها هاي الجملة مالتي مثلا او he ايا كانت he was not او اختصرونها wasn't playing football لو اجينا على نفس هاي الجملة وردنا نسويها نفي اللي عندنا هنا لذلك هاي الجملة راح تصبح كالتالي اذا ردنا نسويها نفي هاي الجملة المثال الاول ننطي مثال ثاني خلينا نكتب المثال احسن على مود يصير واضح طيب he work at school راح تصير he was not او مرات نختصر هصير wasn't و work اضيف لها ing و at school تنزل مثل ما هي صارت he was not working at school he was not working at school he was not working at school هذا هو حالة النفي في حالة السؤال نضع الفعل في بداية الجملة كما في المثال التالي عندي he work at school فراح اقول was he work work at school وحط علامة استفان وهنا ايضا اصلا هو هذا هو المثال عندي محلول where they where they playing football where they playing football هذا هو زمن الماضي المستمر طبعا دائما زمن الماضي المستمر يكون مع وقت محدد البارحة في الساعة السادسة البارحة من الساعة الثالثة الى الساعة الرابعة طبعا اكيد عندنا يعني المعنى الى دور و احنا راح نفهمكم الماضي المستمر تستخدم مع نفي جاك لم أعرف عن تقريره و لا تقريره احنا طبعا بهذا الحج يذكرني بالماذا البسيط بس ان شاء الله انتوا اقوى من هذي ما تخافوا من عدها يعني الماذا البسيط احنا نعرف بيه عدنا دد بالمضارع البسيط عندي عندي دو و داس يعني مستقبل ول فيقول لك دير بالك تخربط بياناتهم لان راح يكون عندك امتحان فاينال وبالامتحان الفاينال لازم يكون انتهى لازم تكون عارف زين شلون تعرف تحل تزود جملة و ان شاء الله ما راح تكون صعبوه احنا راح نتعرض ايضا راح نحن لكم اسئلة مع بعض الان عندي اليوستو خلينا نروح نشوف اليوستو طيب اليوستو بعناها اعتادة على I used to play football on Friday اعتدت على لعب كرة القدم كل يوم الجمعة اعتدت على طبعا هي وحدة يعني كل الفاعل هاي نفس الشيء لان نستخدم يوم اليوستو يعني مثلا اذا جاب الي بالامتحان people ride donkeys الناس يركبون ال donkeys طيب الان الان من ريد اسويها على هذا السياق على تركيب ال use to فراح اقول people used to ride donkeys احتاد الناس على ركوب الف الحمير اجلكم والله طيب في حالة النفي القاعدة راح يصير did not use to دي ماكو في حالة النفي ما عندك دي use to فمثلا نقول people did not use to ride donkeys او مثلا he did not use to play football on a Friday يعني فتشي انت شنت سوي قبل و هس بطلته سواء في حالة المثبت او في حالة النفي في حالة السؤال نستخدم did بالفداية و لا تنسى يكون ايضا الفعل المجرد فمثال على ذلك we used to talk about something that happened عفونا هذا المثال مالتها we used to go احنا اعتدنا على التزلج كل صباح كل صباح اذا هذا هي اليوستو لازم تتعرف استخدامها في حالة النفي و في حالة المثبت و في حالة السؤال بعدين حاتشيلي عن الباط احنا ناخذ ادوات واستخدامات الباط لكن يقول هي كلمة او اداة ربط اوكي هي اداة ربط و تربط لبين جملتين خصوصا لما يكون عندك تناقض في حالة المثبت و في حالة النفي في حالة المثبت و في حالة النفي مثال على ذلك جاك و الناس المثبت و لا اعرفوا عن التزلج لكن الناس المثبت و ادوات المثبت جملتين كل جمله لها معنى مرتبطات مع بعض بادات الربط لكن يقول جاك سفاذر ابو جاك سوري كايم اون سندي يجي جاء في يوم الاحد اوكي لكن لان زميل و ابوه صديق ابو ما اجي عليهم اللي يعني هم تشانين مسفر و يعني ما راجعين مع بعض هذين عندي جملتين ربطناهم بادات الربط اللي هموا البات و البات ربطت بين جملتين لا نسى احنا مناخذنا الذين قلنا ما تربط فانتبه لي عليهم خصوصا لما تجيك بمعنى النفي فالمثبت و نفيه طبعا هي بالمناسبة تثبت بحالتين حالتكم نثبت نفيه اما بالسؤال ها ما تثبت في حالة السؤال البت لا تربط هذه الجملتين طيب الان عندي so و neither طبعا ذني كلمة بكل بساطة عندك ال so تجوية المثبت اختيارات و neither تجوية النفي اعيد so مع المثبت و النايضة مع النفي النقطرة ساطر انتهى الحج موسيقى